السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bis zum nächsten Mal. لآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ صراحة اه المنتخب الوطني المغربية يحاول انه يفوز على المنتخب الموريطاني من اجل المعنويات لانه مهم بالزاف المعنويات صراحة المعنويات شي حاجة اللي هي كبيرة او شي حاجة اللي هي الساطعة انا ميكونوا عندك معنويات مرتفعة عمشيون حراسة المرمى عام بدو بالحارس مونير المحمدي حارس فارقة الواحدة السعودي السفر دقيقة معنا في كأس افريقيا وكان متواجد معنا في لائحة المنتخب المغربي كأس افريقيا للأمم كان متواجد معنا الحارس مونير لمحمدي اللي هو حارس صراحة من الحراس الجيدين ديال المنطقة المغربي انا اللي كنت مسؤول للمنطقة المغربي دقل مونير المحمدي بش يقول لكم يسيبونه ناقص لا 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 معجبا بحراسة مونير المحمدي خب ديك اخطاع اه بعد مرة في كورش موسى وخاصة طفلق جنوب افريقيا اللي كان في تصوية كأس افريقيا اللي كان في شهر السفر اراضي للجنوب الافريقيا ولكن مونير المحمدي كيبقى حارس حارس مونتر وهو كيف فارف السعودية وحنا عارف الآن البطلة السعودية النجوم اللي في ها مشو الخط دفاعي بدوب نايف اكريد لعب وسطا من الانزليزي لعبر بعد المقابلات كأس افريقيا لاعب مونتاز صراحة من خيرة للاعبين ديال النخبة الوطنية وديال المنتخب الوطني المغربي لاعب وسطا الانزليزي عنصر لي ومهم جدا داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب اه نايف اكريد كيبقى من اسماء رائعة داخل المنتخب الوطني المغربي لاعب رائع صراحة عنده 27 سنة قيمة كبيرة في المنتخب المغربي شارك في كأس العالم شارك في كأس افريقيا اذا عنصر جيد عمشي وعند لعب جاود لياميق لاعب فارق الوحدة السعودين لاعب رائع صراحة اللعب الياميق من العناصر الجيدة صراحة داخل النخبة الوطنية وداخل المنتخب الوطني المغربي من العناطر الجيدة لعب جواد الياميق عنصر لي ومهم صراحة ما كانش معنا في كأس العالم للأسف ما شواجدش معنا في كأس العالم كان صراحة في كل كون معنا ولكن ما كانش معنا في كأس العالم ممكن آآ عنوش لفاد لائحة ديالباريس حانا في تمينيان باريس واللائحة قربت بزاف آآ باش يعطيها الجراجي آآ آآ ممكن نعمل ندواء صاحب يوم تلتاش ربع تلتاش ربع تلتاش مارش اقريبا الايام ستنجر البالار زميع الملكية المغربية مiquement عن واس عديد أشرف حكيمي البالار مبنسة للموعد وفاقش ندو الصحفي مش عنش عديد أشرف حكيمي لعب باريس الجrou etme الفرنسي ليوم لعنا صار رائع داخله داخل منتخب روطاني مغربي عنصر جيد صراحة أآ في المنتخب روطاني المغربي لعب آآ رائع AJ اشرف حكيمي لعب باريس الجرمل الفرنسي لعبك يبقى قيمة كبيرة في المنتخب روطاني المغربي لعب آآ الجيد صراحة لاعب صراحة من العناصر الجيدة والجيدة جدا صراحة لاعب أشرف حكيمي وخضيانا تقرأ من جزء وقررنا بقاسي في القيام مشي من يحيى عطية الله اللعب اللي فضل انها مشي البطرة الروسية كان ضمن ثقل ليس في محلي كان ضمن نجح في البطرة الروسية مسألة صعيبة وصعيبة بالزب خاصة الضروف اللي قتعيشها روسيا وخاصة مشي غير ضروف حتى هادك الاجواء اللي كينا في روسيا مسألة صعيبة وصعيبة بالزب صراحة مش نكونوا منطقين ونكونوا حقانين فاتش ديك مسألة صعيبة في روسيا الان هادش اللي كتعيشه الان روسيا عبدوكشش مسألة صعيبة بالزباح وخط وسط الميدان بدأ بقوسام العزوزي 22 سنة لاعب بولونيا الإيطالي من العناصر هي رائعة صراحة داخل المنظومة المغربية وداخل المنطقة الوطنية المغربية لاعب رائع صراحة بقيمة كبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي لاعب رائع أسامة العزوزي اللي قلعف بولونيا الإيطالي بعد 22 سنة على صر جيدة صراحة ديال النخبة الوطنية وديال المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير أسامة العزوزي اللي قلعف نادي بولونيا الإيطالية وشارك معنا بكأس القوكي ملعب صدقاء مشو عند عز الدين هنا حي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي لعب معنا أربعات المقابلات وكأس إفريقيا للأمم عز الدين هناحي من العناصر لا منتخب الوطني المغربي لعب أربعات مقابلة تلك الأخير لاعب منتاز صراحة من قيمة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي العز الدين هناحي العناصر كبيرة في المستوى صراحة اللاعب عز الدين هناحي لعب مارسيليا الفرنسي 23 سنة قيمة كبيرة في المنتخب الوطني المغربي لاعب منتاز اخدام ولن موهيبه الكبير الى إفراهيم دياز راهيم دياز المغربي ولكن ممكن يلاعب من المنتخب المغريب هذي المقابلة صراحة بالعناصر اللي غابت بزافة للمنتخب الوطني المغربي ممكن نشوفوها برصب اخرى داخل اجواء المنتخب الوطني المغربي لعب رائع صراحة اللي هو اللي ممكن يكون. واحد الفترة كان عابد ارسلونا لاعب رائع صراحة كان كندن غاب اليوني الميسي على شهر ولا شهر ونصف وشدق كان من الحد دي لاعب منتص صراحة هناك. جدا من الحد دي من العناصر اللي صراحة ممكن يعمل اسم ديالو داخل المنتخب المغربي لا جدا ولا نقاش في ذلك عمسوا عند عمد صامت زلزولي لاعب ريال بيتيز اسباني اتنين وعشرين سنة كندن لاعب يعادو تكون اسباني وكي لاعب ريال بيتيز. العناصر اللي ممكن تكون صراحة تفيد المنتخب المغربي ولكن ما عندوش اللمسة الاخيرة كيف تقدها واحد الافتقاد كبير صراحة اللاعب عمد صامت زلزولي. الافتقاد عندو اللمسة الاخيرة ما كيناش بسيفة نهائية صراحة. سيخدم هذه اللمسة كندن لعب شربعة شر لخاء كندن بخيم عمرو شجلش هدف مع المنتخب الوطني المغربي لا جدا ولا نقاش في ذلك عمشوا اللاعب الآخر يوم عمرو اللاعب في المنتخب المغربي إلياز حسني لاعب السد القطري في الموشن من يفاش كان في فارق الرادي في ديال باريسان جرمان لدي موشن يجبن له فارق السد القطري لاعب يعني ممكن تكون عنده موهبة كبيرة صراحة لعب إلياز حسنين اللي عنده تمنتاشر سنة فقط لاعب اللي ممكن يفكرنا المشكلة العاوس اللي عندنا في مركز الرأس الحربة لأننا عنا رأي يوسف النصري بق نجبر نوش البديل باتاتا ويوسف النصري بعد احيان ما کیكونش في مستوى تيال الكبير باش نجوها نتطلب قانought من هذه النقطة بعد احيان المستوى تيهوض وكيخافت انه حد درجة مرتص mand CS انشكر جميع الناس اللي عايت لا تبعوا معا هاد لا فيديو من الاول ال الاخير او تبعتو غير شوية منه اي لحظة منه شكرا إذا ذينا لكم إلى اللقاء